اشتركوا في القناة مع دول العالم وبناء مسارات تعاون تعددية وفاعلية اقليميا ودوليا على المستويات الاقتصادية والسياسية والتشريعية واضح فخره ان افتتاح السلطة التشريعية انفتاحها في مملكة البحرين على العالم من خلال ابراز اسهماتها ضمن مسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة واطلاعها بادوار محورية في بناء العلاقات وتهيئة القواعد لمزيدا من التطور الاقتصادي والتبادل التجاري مع الدول الشقيقة والصديقة مشيرا في الوقت نفسه الى عمق العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية القائمة على تنمية روابط الصداقة والتعاون المشترك في المجالات المختلفة من جانبه ثمن رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية البرازيلية البحرينية الانجازات التنموية والحيوية المتواصلة التي حققتها مملكة البحرين مشيرا بالمكانة الدولية الرفيعة التي تحتلها المملكة على المستوى مستوى حقوق الإنسان والممارسات الديمقراطية والتشريعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر